جون سينا او جيسن فيلن وحيد سيف ايه رائك في تمثيل جوارديولا لأ وحش قوي وحش قوي تد عموما مش حلوة جمعا تد قفل الأفلام يعني ما انبسطتش انا ما انبسطتش بأغلب تفاصيل اخر حلقتين يمكن بس يعني عاوز اشكرهم انهم طالما الموضوع بقى مستهلك بالنسبة لهم لهذه الدرجة وحقيقي مش عارفين يطلعوا كوميديا منين ومش عارفين يقدموا دراما منين ويثيروا اهتمام المشاهد بالشخصيات ازاي انهم على الاقل شدوا الفيشة بنهاية الموسم ده لان انا شخصيا لما كنت بتسائل كنت بقول ان تدلسوا فيه اللي يسمح بأكتر من كده يعني فيه اللي يسمح بان احنا نروح المرة دي قاعد في الدوري المرة اللي جاية نفس على الدوري بس ما كسبوش نعمل سيزن لمغامرته في اوروبا وبعدين يكسب الدوري الانجليزي يعني انت لو عايز تحلب المسلسل ده كان ممكن يزق معك شويتين تلاتة ونفضل نحلب في علاقات وندخل ناس ونخرج ناس بس انا بشكرهم ان طالما الموضوع غرس بالشكل دوت كان لازم ينتهي في النقطة دي فده كويس لكن الحلقات مليانة عك حتى الحلقات او اللحظات اللي هم حاولوا يزرعوا فيها شوية دراما شوية حاجات مؤثرة للحظات الوداع والكلام ده مش حاسس انها جابت خالص ما كانتش مؤثرة ما كانتش فيها التواصل الكافي يمكن لحظاته مع نيثن بس اللي كان لان نيثن ممثل كويس انا ممثل جبار ابن اللازين فاللحظة ديت لحظة العياط اللي ما بينهم ولحظة التأثر اللي ما بينهم ولحظة احساس نيثن بشكل واضح ان هو اذنب وانه ضيع من شخصيته مش بس ضيع من وقته ده كان شيء مهم جدا وده كان كويس الباقي كله في تقدير الشخصي الصراحة هالك ليه يا دود اخر حلقتين كويسين باشا احنا في عدد كبير من الشخصيات اللي ظهرت انا والله ما فاكر دول مين انتو عارفين الحلقة القبل الاخيرة ده باكة لما فتحت الباب ولقيت واحدة واقفة ومعها واحدة تانية مدرية والاتنين دخلوا بعد كده والله انا حتى هذه اللحظة معرف دول مين انا مش فاكر دول مين فجأة جيمي تارت بيتصدى الاحداث ويتصدر اللي بيحصل كله ليه لانه عنده فقدان هوية وانا بعمل ده ليه وحلقة التوضع اللي هو فيها نازلة بسبايرل في مناطق مش كويس ايه ده ده ايه ده جيمين يعني انا المفروضة كنت مهتم بيه من امتى علشان يتم استدعائه دلوقتي ويتم التواصل معاه ومنتظر ان في حاجة حناخدها ونديها مع بعض بس تصدر جيمي المشهد ما كانتش مفاجأة يا دود ما كلها مشاكل وهو قبلها طول المسلسل وقبلته هو خايف من منشستر وابوه كده لأ يعني احقاقا للحق انت وضحت حاجة مهمة دلوقتي هم عشان يقفبوا الارك بتاع جيمي انا معاك ده مش وحش لان جيمي يعتبر شخصية اساسية فانت صح في النقطة دي بس احنا كنا اهملنا جيمي تماما ده كان مجرد اداة كوميديا في الموسم كله لغاية تقريبا اخر حلقتين لما فجأة لأ ده عنده ازمة وجودية يعني ها اللي يمكن السيناريو بتاع تمرينه مع روي كنتو بس احساسه ان هو نازل في حتة مش كويسة لأ ده ما كانش في الخريطة خالص ما كانش على الرادار اطلاقا فكرة ان ريتشمند لانهم اكتشفوا التوتل فوتبول عملوا وينينج ستريك 15 ماتش واربعة حتى واحنا بنتكلم في اطار كوميدي يعني انا مش بقولك ان انت مش مسموح لك انك تعمل مبالغات كوميديا عامل مبالغات كوميديا زي ما انت عاوز بس انت قبل كده كنت بتعملوا المبالغات الكوميديا دية داخل اطار الماتش وفي الاخر بتنتصر للمنطق ان في حاجات مستحيلة في حاجات ما تنفعش لكن فجأة انت كسرت النمط ده في الموسم ده بان تد جابت تايها جاب الحاجة اللي مفيش حد في العالم كله شايفها ولا عارفها ولا قادر يواجهها حاجات راندم حاجات all over the place والمحاولات الكوميديا يعني انا قدرت في الموسم التاني من تد ان المحاولات الكوميديا كلها على بعضها كانت قليلة جدا احنا كنا رايحين لحتة الحالة النفسية بتاع تد ومواجهته لنفسه ان هو مش مجرد الدبدوب اللطيف اللي عمال ينشر السعادة في العالم وخلاص ده عنده القلم بتاعه وعنده الصراع بتاعه ده شيء محترم جدا طيب فيه مكان للكوميديا هنا فيه على خفيف بلاش نحلب فيها بلاش نزق فيها لان اجواءنا احتدت شويتين التوازن ده رغم ان فيه ناس كتير اختلافت معايا شايف انه كان كويس في الموسم التاني في الموسم التالت احنا بنحاول نحننهلس مش في لحظاته مش في توقيته ليه ليه في اخر ماتش بينزل روبرت بيزق المدرب فمش عارف ايه بيبان من تحت شورت دي ايه دي دي ايه دي دي ايه دي في الكوميديا وإيه لازمتها دلوقتي لان اصلا اللحظة كلها على بعضها المفروض انها تأدير واحترام للقائمين على الكرة امام سطوة رأس المال الفاسد والكلام ده كله طب ليه بنهزق الراجل هو عمل ايه علشان يستحق كده وإيه الكوميديا اللي طلعت من ده حتى انا حاسس ان على المستوى الابعف من كده شويتين توقيتات الكوميديا كلها ما كانتش مظبوطة تحس ان اللحظات الخضة هم اعتمدوا على الخضة كتير قوي تقيبا كل الشخصيات خضت كل الشخصيات في اخر حلقة الوحيد اللي زبطها نيثن البقين كلهم ما زبطوهاش ما كانتش مظبوطة اللي بيتحك اللي بيتخض متأخر شوية اللي بيتخض بدري شوية ما حاجبتنيش ما دخلتش دماغي حرجع واقول لك انا افضل توقيت في الموسم دوت في رأيي شخصي التوقيت بتاع زافا لانها كانت شخصية جاية مرسومة حلوة انعكاس على زلطان كان جميل والكوميديا المنتاجة اللي لسه فاكرت لغاية دلوقتي المنتاج بتاع زافا اللي جواني كتير اللي جابها ديت على الاغنية الطلياني على فاكر الاغنية ديت لو دورتوا عليها دي اغنية طلياني ناطقة بما يشبه الانجليزي رغم انه مش انجليزي ده ولا حاجة هو ما بيقولش حاجة هو بيقول ربش فالتركيب بتاعها على السيناريو دوت كان من اجمل ما يمكن انا بقول ان من بعد زافا المسلسل عمل كده العملية بصراحة راحت في حيطة مش كويس وارجع واقول لك انا مبسوط انه خلص دلوقتي ولقطة السوبر ليك بيخ زي ما يكون لازم نأدرس كل حاجة لها دعوه بالكرة وخلاص لحظة الافصاد كانت حلوة لحظة الافصاد كانت حلوة لحظة الافصاد كانت حلوة هو كانت بيكتشف ان هو كان قافل على نفسه قوي وكان المفروض يتواصل اكتر مع الجانب الناعم من شخصيته ويلبس ملون عشان يكتشف كيلي ويرجع يتخانق مع جيمي طارت ده 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 جي منين انا مش بقولك انا مش ضد انك تعمل ده بس ده جي منين ده جي فجأة نزل علينا بالبراشوت في اخر حلقتين وهم اصلا اخر حلقتين تلاتة كل حاجة نزلت علينا بالبراشوت بعد ما ضيعنا وقت كتير قوي في العلاقة بتاع كيلي مش عارف ايه بتاعيتها دي وعلاقة ريبيكا بسام مش عارفين بدأت ليه وانت ليه وإيه لازمتها اصلا ريبيكا بسام لا احنا عارفينها من ساعة لما قامت بس احنا دلوقتي بيتم استدعاقها مرة اخرى عشان نوصل لايه انا حسيت برضو ان ارك ريبيكا مش واضح قوي لما قابلت الجدع الهولندي بالبنت بالمعرفش ايه بس كان في النبوءة فكان يعني التوقع بتاع المشاهد انها هتحمل من الاخر يعني بس ده ما حصلش يعني تحس انهم في الحتة دي كان عندهم اختيارات كتير قوي على الترابيزة وحاولوا يعدوا عليها كلها بشكل اقوة اخر مش منرفزني غير كمية المواضيع الحديثة اللي تم اقحمها في المسلسل زي كيليو المستثمرة وموضوع السوبر ليج مكان باقي يقاحوا على انتقال كريستيان وللنصر السعودي لا وعندك كابتن جامعة والكنين اللي بسوا بعض جوه الملعب والمعرفش ايه زي ما يكونوا فعلا كانوا عايزين يعدوا على كل حاجة بتهم الاجندا العالمية دلوقتي على مستوى الكوميديا عجبني تيد لسو لما ما كانش فاهم ازاي لما انزل تحت يبقى تشامبيونشيب ولما ماكسبش الدور يبقى تشامبيونزليد حلو اصلا جيسن ساديكس كوميديان شاطر يا جماعة فهو اصلا لو ساب ايده هيدحك بس المسلسل خلاص حس كده ان صورته بهتت شويتين طب الحتة بتاعت ازاي ده مش حلو مش حلو طوقيت الكوميديا بتاعت بيرد مش حلو دخلتش دماغي ولو ان بيرد بيعيط علشان عاوز ينزل صاحبته دي مكادش وحش دي مكادش وحش دي كد كويس يا شوية شوفت ايه تانية دوت غير تدلس وخلصت باري مش عايزة بقى ريخم بصوا انا مش هقول ان باري وحش لا استجري ولا اجرؤ ولا اي حاجة في الدوني بس خط الاحداث اللي هو خده في الموسم الاخير بالقفزة الزمنية اللي حصلت واقحام فكرة ان هو بقى فيه جيل جديد وابنه والكلام ده تمييل الموضوع لفكرة هي انهي حدوتها للتنتصر في النهاية حلو ومحكم وتعمل كويس جدا بس احنا كجمهور ما كناش عايزين نشوف ده احنا كنا عايزين نشوف الباد اس باري واحنا في ايهزة الموسم شفنا منه لمحات في البداية بس بعد كده اختفى تماما احنا بالنسبة لنا كمادة للترفية كمادة للحاجات اللي احنا بنحبها اتحرمنا من المواد او اتحرمنا من العوامل والعناصر اللي احنا حقيقي ميلين لها واللي حبيبتنا في مسلسل باري ما عندناش لحظات على مستوى الابداع الفني في تقديم بعض السيناديوهات على مستوى الروعة بتاعت حلقة الكونج فو بتاعت الموسم الاول او حلقة الموتسيكلاد بتاعت الموسم التاني معلش انا كل ده اتفكر ان كل موسم كان عنده لحظة سوبر على مستوى الاخراج الموسم الاولاني كان بتاع على صاحبة كوسنو اللي هي فضلت معنا سؤال مهم جدا لغاية نهاية الاحداث الكونج فو تاني الموتسيكلاد تالت وده اربع صحبة عندنا شوت اوت وموضوع الساروخ بتاع الموسم الاخراني دي حلوة قوي والشاط دي على فكرة يا جماعة لو مركزتوش فيها اللي في الحلقة القابلة الاخيرة دي وان تيك وان تيك من وهما فوق الهيل لغاية لما ضربوا البتاع لغاية لما نزل وخد الترن الغلط ولقى نفسه محاصر ودخل على بالاسلحة دي الابداعات بتاعت رؤية بيل هيدر مخرجن وانا بقيت عاوز اشوف بيل هيدر مخرجن اكتر من كده انا نفسي اشوفه فيلم ده اشوفه هو بيعمل الافكار دي الشوت اوت بتاع الحلقة الاخرانية حاجة جبارة فوق الوصف وقفلنا الخطوط كلها بسبناش اي حاجة معلقة حطنا نهايات شاعرية الى اقصى درجة لبعض الشخصيات بس ارجع واقول لك لا الموسم الاول والتاني احلى طبعا النهاية عجبتني جدا 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 كوسنو اتشالوح لو انت بتتكلم على النقطة دي بالتحديد دي عجبتني جدا فكرة انتصار القصة من انهي منظور ديت عجبتني جدا وان كوسنو مهما كان هو في الاخر شخص عنده نصيبه من الزنوب ما هو الشخصية نقية مية في المية وفكرة انه هو في الاخر اتجاب رجله برغبته في انه يرجع تاني للاضواء وحتة الغرور بتاعته والمجد الشخصي هي اللي انتصرت وهي اللي وقعته في النهاية ده كلام كويس داخل دماغي بس ان احنا ناخد الاتجاه ده كله من الاحداث من الاساس مش احسن حاجة في رأي الشخصي او بمعنى اصح ارجع وقولك برضو الموسم اللي فاتت كان احنا كوسنو didn't deserve this ان فيوكس is awesome انا بقولك يعني انا درجة حماسي للمسلسل كله على بعده كانت تدت تهمت شوية لغاية لما شفت الشكل الجديد بتاع فيوكس وهو خارج من السجن لا 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 احنا احنا شايلين اللي حصله معلش هو مرتكبش الجرائم اللي هو بيحسب عليها بس هو شخصية مزنبة وتسبب بحتة الغرور اللي عنده واحساسه بان هو منالش النصيب اللي يستحقه من المجد في مصايب كتير جدا فهو مسئول بشكل او باخر صحيح ما عملش اللي هو توين بي بس مسئول فدي برضو يعني برضو على البعد الفلسفي بتاعت ان الدنيا كلها ايمة على حواف هوليود او الانترتيمنت اندستري فهو عاوز يعكس لك الوضع الكاذب اللي كل الناس دي عايشة فيه وايه رايك في نهاية فيوكس حلوة جدا الريديم هو اضع باري وانقذ ابنه كده احنا ايفن انت خدت بالك من النض ينهر ابيض علي الجماعة يعني هما في الاخر هما تشاركوا لحظة قبل ما يعود مرة اخرى للظلام اللي هو اختفى فيه دوت ومن غير كلام انا بحب ده انا بحب ده يا جدعان انا حب ده اوي 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 هو ادلك نض على فكرة احتمال اكون انا بس اللي شفت النض دي عاوز اللي اكتر من كده احتمال يكون مداش النض ولا حاجة ويكون انا اللي عاوزت اشوفها من هو في الاخر احنا كده ايفن اي لافدت سوبر رأيك في نوهو هانج الا ده تمتيل الافضل في المسلسل كله شفت لحظة النهاية دي اللي انا كنت بقصدها باللحظة الشعرية رسم لوحة ابن اللزينة يا جماعة بالهيدر حتة مخرج حتة مخرج ابن اللزينة موسيقى دو يوريكوميند واتشنج فاست اكس يا دود ولا بلاش بلاش اشوف انا عمري في حياتي ما كنت بقول كده كنت دايما بقول لكم اتفرجوا على الافلام وحكموا لا ماذا 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 فاست اكس دوت هو تمثيل كل ما هو قبيح ووقح وسافل ودم متقيل وبايخ ومستهلك ومحلوب ولا يحترم ذكاء المشاهد ويساهم في انه يجعله اكثر غباء موجود في الدنيا ده لا 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 فاست اكس ده حاجة صعبة ايه يا جدعي فاست اكس هو استمرار لكل ما كان ده فاست ان دفيديوز بيعمله واحنا دايما كنا بنقول يا عم عايز تخش وتتفرج على العربيات اللي بتطير والطيارات اللي بترمي معرفش مين والدبابات اللي بتواجه غواصات والهاتش ده كله والغي مخك وخش تفرج وخلصنا ما تجيش بس بعد كده تتناقش في المنطق وكلام زي دوت علشان حيبقى حوار مضيعة وقت ملوش اي ايمان ده كلام واد وتمام جدا لغاية لما طلع الجيل الجديد بتاع الستاند كوردينيترز اللي عملو جون ويك اللي عملو اتوميك بلوند اللي ساهمه في ديت بول وقال لك لا هو ينفع الكنين مع بعض انا ينفع افراجك على السنريوهات مجنونة ينفع افراجك على مواجهات قتالية من اجن ما يمكن ومن اصعب ما يمكن وممكن اخليك تحترم المجهود اللي انا عملو في تصميمها وفي تنفيذها وخليك كذلك تحترم العالم اللي احنا موجودين جواه بقواعده وتطلع بقصة صالحة للمشاهدة مش هقولك اجمل قصة في الدنيا بس على الاقل فيها شوية احترام لدكاءك كمشاهدة هنا ما عادش ينفع ارجع تاني اتفرج على دفاس تاند فيوريس واقولك ألغي مخي لان في حاجات تانية ممكن اتفرج عليها احلى ومتقنة اكتر ومعقدة اكتر ومبهرة اكتر وبتحترم زكائي اكتر فلا لا 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 يعني درجة التجديد اللي عندك صفر انتو كناس كلكو على بعدكو كده لما تلميتو على بعض ما عندكوش ربع فكرة جديدة محترمة تستحق انها تتقدم للمشاهدة عشان يتفرج عليها من اساسه جيسون الظلم في الفيلم جيسون اتظلم في الفيلم فاست اكس كله اتظلم اتظلم فاست اكس دوت فيلم ظالم ده فيلم مفتري وجيسون موموة من اكتر ركائز تقل الدم في الفيلم لدرجة مش ممكن تخيلها ايه ياد الرخامة ده جيسون موموة باداءه الكوميدي المجنون الجوكاري في فاست اكس فكرني بمربوحة جيسون موموة هو مربوحة السينما الامريكية ايه ياد الحزق ده وايه الرخامة دي وايه تقل الدم ده وعايش في كوكبه الخاص هو طوال الفيلم الشخصية بتاعته مصممة بتعاقب دم توريته وبتضعه في اكبر درجات العقاب اللي ممكن يتصفر فين العقاب ده ده هو اللي بيكسبك في كل مرة وانت عملت ايه اصلا طالع في اخر مشهد في الفيلم يقول له now your punishment has ended او your suffering has ended suffering ايه قط فين الصفرنج اللي هو صفره ده انا مشوفتش اي نوع من الانواع الاصفرار ده فيه ناس عنده ماتت رجع تاني يعني انت لما دخلت في حياته فيه ناس كانت ماتت من عنده رجع تاني فيه ناس كانت متخانق معاها رجعت صلحته فين المعاناة دي ده انت صحت له اموات وتظلم في الفيلم لا يا جماعة لا يا جماعة تظلم مين يا جدعان ده كان المفروض يتدفن مع الفيلم وهو ليه ياخد دور زي ده اصلا هو جسم موه ناقص يا جماعة يعني هي اصلا ده fast and the furious diet بكل اللي فيها في المرحلة دي هي للناس اللي مش لاقي يا شغل اللي عاوزة تفضل تعامل كنجوم ده رجع أقول زي تشارلي ستيران معلش مع كامل احترامي زي بري لارسن زي معرفش شوية الناس دول يعني ماشي انا قابل الموضوع ده انت راجل المفروض ان سكتك في الطالع ده انت بعد ما قدمت نفسك في شوية حاجات وبعدين رجعت تشتغل درجة تانية عملت مسلسل مقبول ومن بكورة انتجات ابل تيفي وناس كتير عجابها رغم ان انا شخصية ما شفتوش وبعدين عملت الجيون حطيت نفسك هدتو هدمع ناس محترمة جدا وجامدة جدا وعملت دور محترم وناس تقبلتك وانا من الناس اللي حييت مجهوده داخل عالم دي سي وبالتحديد في اقوامان طبعا ليه 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 تطلع تعمل في نفسك اللي انت عملته ده وعمل لي العدم المؤاخذة يجايص من بقه يعني ايه الخارة ده لا ما حبتوش خالص ما تقتوش يعني المفاجأة اللي في اخر الفيلم كويسة ايه المفاجأة اللي في اخر الفيلم هو اصلا محدش بيموت يا باشا بول ووكر اللي مات في الحقيقة ما ماتش جوه الفيلم الغاية دلوقتي فين ديزل وعالم مش عاوز يسيب الراجل يعني الراجل يعمل ايه عشان ينصح يعني كمية ممثلين اللي تخانق معاه واللي ضربوا واللي شتموا واللي باهدل الدنيا يا عم اعتق اهلي بقى من ام الفيلم ده منهم واحد مات هيعمل ايه تاني اختر من كده اعتقني بقى الوجه الله مشكلتك انك تتعامل معاه لأساس انه فيلم يا ها سلام ودي سبوبة يا باشا ده انا صاحب الدليل العملي بتاع كيفية التعامل مع افلام ده فاستان ده فيوريس فمعلش ما تشايلنيش الليلة دي انت بتحملوا ايه وما بتحملوش ايه انا بقولك انا كنت مستعدة اقعامله بطريقة معينة لغاية لما جت مش فيلم واحد سلسلة افلام سلسلتين افلام بعدد من المشاريع الجانبية وحطمت الاسطورة دي انا عشان استمتع بفنون قتالية وبمطردات رائعة وبسيناريوهات فيها سطنتات مجنونة ومتقنة وفيها استمررية والكلام ده كله ما بقاش لازم يلغي عقل لغاية فاست سيكس لغاية فاست سيفن كان ممكن بعد كده خلاص لا محانتش بيموت يا جماعة فاستان ده فيوريس دوت وانتوا انتوا وانتوا لسا بتتفاجئ لغاية دلوقتي حانتش بيموت من الاخر كده اي ممثل الشيك بتاعه عليه خمس ارقام فما اكتر مش هيموت فين ديزل مش هيسمح له يموت حتى لو مات احلى حاجة هي بس اهو انت عملت عيد وتزيد في نفس السيناريوهات اللي عندك فين السيناريو الجديد الحلو اللي قدمه هم هم نفس الحاجات اللي هو حيناها لما تعملت اول مرة مش هقعد بقى اهري فيها كل مرة خلصنا طالما بيجيب ارادات فحيفضل يتحلب يتحلب بعيد عني بقى صبعا دخلت الفيلم ده بس عشان مهر كان عاوز ندخله عشان نتكلم عليه في الحصار مهر من بعد ما قلعب على الافلام بقى متعب الصراحة انا مش حنكر وحاجة كمان اللي الناس اللي شافت الفيلم هو انت كنتوا دخلين وانتوا عارفين ان ده جزء اول وانه حيفلص على كلف هنجر عشان انا انا تزاولت تاني معلش دي بقى مش هقول ان انا زنب الفيلم مية في المية دي ممكن تكون غلطتي بس انا لقيت الفيلم بيخلص والدنيا بتعمل وانا عادي مستني بقى اللحزة كبيرة وبعدين هوبة تترات وانت متصور ان انا حاجة هنا تاني هو في الاخر في البوست كريدت سين ظهر دراك هل تتصوروا ان دراك حيرجع في الفيلمين دول يعني حيرجع على الالف واحد من الفيلمين دول ولا حياخد الفيلن اللي هو جيسون موموة اللي هو مربوحة السينما الامريكية ويشتغل به في اليونيفورس بتاعه اللي هو هبز بتاعه هبز اللي هو ماشي يهبز بيه ده اللي هو مفروض ان هم غطبانين من بعض ولسه متخنقين والموضوع ما تحلش يعني ما شفتش مشاكل مش حرجع وقولك لا الـ CGI وحش لا الالابات مش حلوة ما عرفش مين فيه فريمات دايقتني والكلام دهوت بس الـ الافكار اللي تم استعرضها اصلا ما فيهاش كتير جديد بيقولوا تصلحوا بعض الخناءات كان من الافضل ان تستمر عارف انت الصلح خير بشكل عام لا مش داك داروك وفن ديزل كان لازم يفضله زعلاني من بعض داروك المفروض انه تارجت لجيسون مومو عشان قبض على ابوه زيه زي فن ديزل اه وحيطلع يعزبه برضو زي ما عزب فن ديزل في الفيلم اللي فات شوف بقى هوبز دوت عنده مين اموات ممكن يرجعه تاني الكوميديا كانت سيئة جدا يا دود مين اللي قال لجيسون مومو مين صاحب الفكرة ان ان انت ممكن تعمل شخصية سايكوباتية على شكلة الجوكر ان بصبت في دليت المرميد اصلا حقول لكم حاجة عندي اعتراف انا ما كنت شفت دليت المرميد يعني الكارتون الاساسي دوت انا عمري في حيتي ما كنت شفت وانا ما عرفش هو كارتون واحد ولا اكتر من فيلم انا شفت بنات في السينما بيتكلمه وبيقول الجزء الاول وجزء التاني وجزء التالت ما بيتش فاهم هم بيتكلمه على دليت المرميد ولا بيتكلمه على حاجة تانية اهو بتاعه كان فيه نقاش نقدي من السينما والسينما كلها كانت بنات يعني أولاً السنما كانت مليانة كان فيها ناس كتير وكلها بنات من كل الأعمار والعمر الأغلب هم تقريباً 12 سنة 13 سنة 11 12 13 سنة وكان فيه ولدين دخلين تيهين معايا بس كانوا ولدين صغيرين فعندهم عذرهم لكن أنا بشكلي دوا طبعاً غريب تماماً على أجواء السنما يا واحد لا ينتمي في هذا المكان على الإطلاق جودي وكارما؟ لأ النهاردة فيه أبطال تانين بص يا جماعة بص يا جماعة لأ ما قابلتش كارما وجودي قابلت ساندي ومايا أنا عاوز أعوز أوضح حاجة أنا الحكاوي ديت بقى شكلها مفتعل إلى أقصى درجة أنا عارف بس سبحان الله الحاجات دي بتحصل بجده بتفاصيل من أغرب ما يمكن وعمل تزداد غرابة زي ما حشرح لكم دلوقت أجماعة أنا دخلت السينما لقيت والله طب والله كمان مرتين صف كامل من البنات دول بقى يعني هم كلهم نفس العمر تقريباً وكلهم حطين رجلهم على الكرسي اللي قدامهم كلهم وكان فيه نقاش بيجمعهم مع بعض لابسينه في رجليهم دوت اسمه إيه لأن فيه واحدة اعترضت على أن فيه واحدة تانية بتقول لها إيه اللاكلوك اللي انت لابساها داي والبنت اللي هي اللي لابسة اللي هي المتهمة بارتداء اللاكلوك ما تعرفش عن إيه اللاكلوك فالحوار كان مطير للاهتمام بس أنا ما بصتش يعني أنا قعدت الناحية التانية وخلتني في حالي وحسيت أن فيه حاجة خطر ستحصل في السينما وبعدين فجأة لقيت أول بنت وقفة في الصف بتقول لي عمه هو أنت اسمك إيه فقلت لها اسمي محمود قالت لي أوكي أنا اسمي ساندي وبعدين قلت لهم طب لا لا أنا مش عايز أتعرف على ساندي بس أنا قلت بقى البنات يعني عايزين يتكلموا ويسوشيليزوا بتاعوا ويهزروا لغاية لما الفيلم يبتدي فقلت لها لا لا مش أنت بس أنا عايز أعرف بقى سامي الصف كله بعد إذنك فكل بنت بتانت تقول اسمها وحقيقي أنا كنت فاكر اسم كل بنت في العشر ثواني دول بالتحديد لأن أنا عاوز أكرم دمهم الخفيف في السينما لأنهم فعلا كانوا زي السكر يعني فقالوا يبتديوا يقولوا اسمهم ولكن حصل حاجة في نص الصف خلتني طيارة كل الأسامي اللي قبلوهم بما فيهم ساندي يعني أنا بقول ساندي دات أنا أتصور أن أول بنت كان اسمها ساندي بس مش متأكد لأن اللي حصل في نص الصف أفقدني الزاكرة بالكامل اللي هو إيه معرفش ساندي أي حاجة بقى هودا نظيرة بهيرة نوفا سني أي حاجة تمام وبعدين جينا على بنت فيهم راحت بصالي وراحت أيلالي مايا وبعدين بقيت البداية بيكامل سيسترنا ثانية واحد ثانية قلت لها اسمك إيه لو سمحتي قالت لي مايا قلت لها ده جزء من الاسم قالت لي ياس مايا الفنانة شريهان كانت معنا في السينما يا جماعة وما بتهزرش البنت وشها جد تماما يعني أنا لما بقول لها ده جزء من الموضوع المفروض أن البنت تضحك بقى ولا بتاع جده بيستخف دمه معنا يعني البنت ما قلبتش وشها سنتي جد تماما مايا وبعدين هم بتدوا يتكلموا مع حاجة مع بعض وبتاع وتلحوسوا في اللي هم عاديين فيه وحلقوا لي تماما وأنا كان شكلي سيكا أكورد دس اللي هو عادي رح خلاص بقى رجعت تاني بصيت في الموبايل وما الموضوع ما دخلش في دماغي وأنا عادي يعني كملت مفيش أزمة بعدها بشوية لقيتها البنت الأولانية برضو اللي أنا بتدعي إن اسمها ساندي ومش متأكد بتقولي عمو محمود قلت لها نعم قالت لي أنت معاك كوتن كاندي فقلت لها فين يعني يا ساندي يا أكيد معايش كوتن كاندي بعدين أنا هجيب كوتن كاندي ليه قالت لي لو جبت كوتن كاندي هات معاه في شارك رامل اللي كنين مع بعض حلوين جدا فقلت لها هي بتكلم بأكسنت انجليزي وقالت كم كلمة انجليزية فأنا قلت لها بدت سلاته في شوجر رحت مايا طلع برضو من نص الصف قالت لي مايا طلع مش بس بتقدم اسمها بالطريقة البتاعتها هي بتقول كل حاجة كده كل حاجة فانانا استعرضية مايا أنت تنتمي أمام كاميرا أنت تنتمي في أعلان يونيفرسل البنت نجمة صغيرة عندها 11-12 سنة وأروبة فأنا قلت لها أنا عايزة فهم حاجة هو أنتوا في مدرسة ولا إيه فقالت لي آه إحنا في المدرسة كلنا مع بعض في نفس المدرسة قالت لها البنت الأول نية البنت الأول نية برضو أروبة أول فقلت لها وانتوا خلصتوا خلاص خطت الأجازة قالت لي لأ أحنا في المتحانات والنهاردة أنك كان عندنا مسرحية قلت لها أنتوا انتوا جميعوا شغالين مع بعض في نفس المسرحية بتعملوا بروفاتو بتاع قالت لي آه بنعمل مسرحية ديزني قلت لها إيه ذا لتل ميرميد قالت لي لأ بنعمل سندريلا فقلت لها واو مين فيكم سندريلا ففي بنت في النص قالت أنا سندريلا فقلت لها فقالت لي أمال مين قلت لها رح تطلع ماء رح تطلع ماء كانت قاعدة رح تقيمة وقفة وقالتلي قلت لها والله وبعدين قاعدين عملين يرازو في البنات وهما كانوا قاعدين في الصف وفيه بنات قاعدين قدامهم معاملين دبديبوا في الكراسي برجليهم قلت لهم بنات والله العظيم خايف أنا بقول لكم مع الولاد أصلا أنا دخلت في نفس اليوم دخلت في السينما كانت الحفلة وبعدين دليت الميرميد ستعى واحدة ونص في ايفل ديت رايز فأوله كان فيه ولاد عاملين دوشة وعملين هاوسة وبتاع والله العظيم أنا قلت كلمة وفيه ولد منهم والله يتصور معي ممكن يأكد على الكلام دوت عشان أنا عارف ان الناس ما بقيتش بتصدق اللي أنا بقوله بس انتوا أحرار يعني قلت لهم شباب حنوطي صوتنا ولا ايه قالوا أسفين وسكتوا بتاع البنات زي ما بقول لكم طبعوهم شارس أنا بخاف منهم بخاف بجد انتوا لو عملتوا ايه في السينما انا مش هفتح بقي وفيه بنت منهم في نص السينما في نص الفرن رمت علي حاجة وما اتكلمتش ولا ربع كلمة ولو الحاجة اللي رميتها هداية جت فيها وبرضو ما كنتش هفتح بقي قلت لهم بنات الكرسي يتكسر يعني لا احنا هذرنا كتير وبتاع سبحان الله سامعوا الكلام البنات يعني مش قلات الأدب البنات مقدبين جدا وفيه في نص الفيلم كانوا عاملين دوشة حد قال لهم الصوت قالوا أسفين وغالبا قالوا أسفين دوني كانت مظلمة بقى ما شفتش وسندريلا كانت لسه الميكوب بتاع سندريلا على وشة كان عندها حاجة كده عاملها صودة تحت عينيها وبتاع وكلام زي وقعدوا يرازوا بقى في الأول احنا خلصنا الفيشار والفيلم لسه ما بدأش يا بنات ما انتوا ممكنش بفروض تخشوا جوه الفيشار مع أول الفيلم بطريقة دي وبعدين ضربين كوتن كاندي مع كراميل الفيشار منتوا لازم حيجيلكم حتهايبارو وحتضرقوا سكر حيدرب من نوكم علينا كلنا في السنة وبعدين الفيلم اشتغل من هنا ربع ساعة تقريبا وزهقوا مع أول أغنية زهقوا خلاص البنات بقوا مطلعين نازلين عملين يجروا جوه السينما ويخرجوا برا خالص يجيبوا حاجات ويدخلوا يلاقوا بتاع معرفش مين الفيلم مملة قوي وكلهم مقتنعين من الفيلم مملة أنا بالنسبة للفيلم جامد جدا لأن انا عم شفت جدالة المرميد قبل كده دي أول مرة اتفرج عليه فأنا كنت منبهر باللي بتفرج لي خبر أبيض دي حدوتة جامدة جدا والله It was fun I liked it أكتر حاجة عجبتني في الفيلم الأغنية الراپ أغنية أوكوفين الراپ جامدة فاشخ دي واحدة من الأغاني الأوريجنل أنا دورته وعرفته هذا الموضوع هما كتبوا أربع أغاني أوريجنل دي واحدة منهم أنا حاجيب الأغنية دي عندي في البلايليست من أجمل ما يمكن الحدوتة نفسها الحدوتة جميلة طبعا بس لو أنت مختبرها بالفعل من خلال الكارتون الأديم يبقى مفيش جديد بالنسبة لك بيتقدم في الأحداث بس الاستعراضات حلوة البنت صوتها جميل جدا اللي عاملة The Little Mermaid اللي عاملة Ariel ودمها خفيف أنا ما اتضيقتش منها إطلاقا وطبعا النوش الكتير قوي على موضوع الريشة البطيخة والهاتشة ده يعني ده موضوع يطول شرحه ممكن نتكلم فيه كتير زي ما أنتوا عاوزين بس في النهاية أنا بقول إن كل فيلم بيعكس الظواهر بتاعت الزمن اللي هو ظهر فيه فلو إحنا جايين في الوقت الحالي بنحاول إن إحنا نعكس للناس مساحة أكبر من التولرنس من غير ما نعمل حاجة في شخصية يعني مش زي كيلوبيترا بتاعتنا كده لما كانت شخصية حقيقية وعملنا فيها ما عرفش إيه والخناقة الطويلة العريضة اللي أنا قررت نخشهاش لأن الموضوع أدفع من كده بكتير المرة دي لأ إحنا بنعكس الجيل فعلا وبنحاول نباين إن القصة دي قصة تايملس قصة اتحكت زمان وتحكت دلوقتي وهتتحكي تاني كمان 20-30 سنة وهتتحكي تاني كمان 20-30 سنة بعدها وفي كل مرة حتتحكي حتعكس الزمن بتاعها واللي عاوز يشوف دليل تاريخي على الثقافة الشعبية بتتحرك إزاي حسب أولويات المجتمع العالمي يتفرج على حاجة زي كده في كل مرة بتتعرض فيها ماهر said that song was the worst أزواء يا دود أنا شايفها أغنية عبقرية الرايم بتاعها بالبيت بتاعها أنا بتديت يعني اللي هو نظم سنكت مع البيت وعشت معاها so it wasn't regular disney money grab على الادن and co what are some of those different societal social priorities الرايشال إكسابتنس وأن الكميونتيز أو المجتمعات أو البلاد أو الناس اللي ما تعرفش بعض تتلاقى وتتعارف وكلام زي ده هو الفكرة كلها في الفيلم هي الفراكشن ما بين السي بيبل والناس اللي على الأرض المخلوقات البحرية أو الكائنات البحرية أو الميرميدز عروسة البحر وعراقص البحر والكلام ده مع البشر العاديين اللي هما دايما كانوا بيبصوا البعض كأنهم أعداء وحاكتين عمرهم في حياتهم ممكن ما يلتقوا فهي داية الفكرة money grab على الادن ده لو أنت عايز تسمي الادن money grab لأن الادن ما كانش فيلم وحش قوي مش أسوأ حاجة في الدنيا بس في حاجات تانية كانت صعبة مش أحسن حاجات ودول في الأغلب أنا ما عوزتش أشوفهم من أساسه زي ده lion king مثلا لأنه أصلا الفكرة كلها مش قديمة لهذه الدرجة محسستش أن الكابوريا والسمكة أصحاب أريال شكلهم غريب وهم ريل كده محسستش عشان أنا معرفش الرفرنس الرئيسي بتاعهم بس أداءهم الصوتي كان هاي الاوكوفينا ودافيد ديكزو الوات ريمبلي الصغير هو اللي كان عامل اسمه إيه؟ السمكة البيضة اللي كانوا جمدين جدا الأداء الصوتي بشكل عام جامل وما لسه مكارتي كانت جبارة حلوة جدا 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 كمان الأغاني كتبها الرجل اللي لحن الأغاني الأصلية مع لين مانيوال مراندا وده بيشرح شوية فكرة الأغانية الراب اللي في النص أفضل أغانية بالفيلم كل الأغاني الديزني ستايل بتاعة الهاي نوتس قوي بقى حلوين ماشي بس كلهم شبق بعض الأغانية الوحيدة اللي فيها اختلاف وفيها جرأة هي أغنية الراب للي عارفين ده ليت المرميد دي الأغنية اللي الطائر فيها بيكتشف المكيدا اللي بتتعامل لأريل وبييجي علشان يحكي بقى اللي هو اللي هي أقوى فينا ايه ما بتدور أقوى فينا صوتها مميز فشخ صوتها غريب فشخ صوت أقوى فينا يا جماعة انتوا ايه أول مرة تسمعوا رابينج ولا ايه هما في الأغلب فيه كتير منهم جدا أصوتهم وحشة المشكلة في الفكرة الأساسية في الإلقاء وفي الطريقة بتاعتها شوية هي في الأول كانت جايبة معايا حد تاني بس أدركت ان هي أقوى فينا بعد شوية ما كانتش سريعا الفكرة في الكلمات ولونية جامدة فشخة ده تسوارها يجري أنا شايف إنها الأغنية الأغنية أو الوحيدة في الفيلم اللي فيها شوية جرأة فيها شوية تجديد فيها شوية حاجة غريبة بتحصل وبعدين بتنقل الفيلم دراميا لأنها بتحط تجذر قطع للغز اللي احنا قدامه فبتنقل الفيلم لو ما كانتش أغنية كنت حتحتاج لك مثلا ربع ساعة أحداث علشان تنقل النقلة اللي الأغنية ده تنقلتك فيها بس مين مايا؟ مايا حاف كده؟ أنا بتكلم عن مايا اشتركوا في القناة